موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء أهلا بكم تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي من إسقاط طائرة إماراتية مسيرة تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر كانت تقصف مواقع مدنية داخل مدينة مصراتة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الطائرة التي تم إسقاطها قامت بثماني غارات جوية أصابت منزلين لعائلتي بوشحمة وبالحاج وسط حي سكني بالمدينة دون تسجيل أضرار بشرية يذكر أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر كثفت من قصفها الجوية على الأحياء السكنية بعد الهزائم والخسائر التي تلقتها من قبل قوات الجيش الليبي قصفت طائرة تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر صباح الجمعة منطقة الكريمية المكتظة بالسكان جنوبية العاصمة رابلس وفق ما ذكر مصدر عسكري للتنصح وذكر المصدر بأن القصف لم ينتج عنه أي أضرار بشرية لكنه تسبب في حالة من الهلع بين السكان وأضرار مادية في الممتلكات الخاصة وأضاف المصدر بأن أغلب محاور القتال جنوب العاصمة تشهد هدوءا حذر يتخلاله قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش وميليشيات حفتر قالت وكالة رويترز للأنباء أن تقديرات الميزانية العامة لليبيا عام 2020 ستصل إلى 48 مليار دينار ليبي ونقلت رويترز عن وزارة الاقتصاد أن الميزانية ستكون جاهزة في ديسمبر القادم دون عجز أو دين عام وأضافت الوزارة بأن الاعتداء على طرابلس تسبب بتعطيل الإصلاحات الاقتصادية وإضرار كبير بالاقتصاد الوطني دعا حراك مدنية الدولة ونشطاء مدنيون إلى الخروج لمظاهرات اليوم الجمعة بجميع الساحات والميادين بالعاصمة طرابلس وباقي مدن البلاد وأوضح القائمون على المظاهرات أنها ستكون تنديدا لقصف الميليشيات على العاصمة ودعما لقوات الجيش في دفاعها عن العاصمة طرابلس من قبله أو من الهجوم الذي تشنه ميليشيات مجرم الحرب حفتر المعتدية وتأكيد على مبدأ مدنية الدولة رفضين خلالها أي مشروع لعسكرة الدولة ختم هذا الموجز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة